السلام عليكم أعرف أنك دخلت إلى هذا الفيديو لأنك تعاني من مشكلة زيادة المشاهدات في الفيديوهات وكذلك التفاعل لهذا اليوم إن شاء الله كي لا أطيل عليكم سوف أدخل معكم مباشرة في تقديم لكم 14 طريقة مجانية والتي تستطيع أن تكون سببا في زيادة المشاهدات في اليوتيوب مجانا لهذا إذا كنت مهتم فعلا فركز معي من الأول إلى الأخير لأنني سوف أقدم لك أشياء لا تعرفها أنت شخصيا مع الأدلة وكذلك هذا الموضوع الذي سوف أتحدث عنه كتبته في تدوينه في أسفل هذا الفيديو إذا أردت أن تقرأ كذلك في يوم ما فمرحبا بك ويلا ندخل في الموضوع مباشرة أول نقطة والتي يجب عليك الاعتماد عليها من أجل زيادة المشاهدات وكذلك المشتركين للمبتدئين وأيضا لزيادة التفاعل لدى القنوات الكبيرة وهي الفيديوهات الحصرية يجب عليك أن تركزوا أو يجب عليكم التركيز على الفيديوهات التي يتحدث عنها الناس كثيرا يعني مثلا وقع حدث يعني مثلا أنا أقول أعتبر نفسي رئيس لمصر مثلا أو مدينة أخرى فوقع لي أي شيء أو قمت بارتكاب خطأ أو جريمة أو شيء من هذا القبيل وطبعا الصحافة سوف يعني يتحدثون عني فهذه سوف تكون فرصة قيمة لقناتك لزيادة المشاهدات والمشتركين أن تتحدث عنها بتقديم تفصيل أو رأيك الشخصي أو شيء من هذا القبيل أو نقول مثلا أنت متخصص لمجال اليوتيوب فربما يكون هناك حدث حول زيادة 7000 ساعة و10000 مشترك في القناة ثم يتم تحقيق الريح في اليوتيوب فأنت في هذه الحالة يجب عليك التحدث فهذا هو ما يسمى الفيديو الحصري يكون فيديو رائج يتحدث عنه عدد كبير من الناس فأنت يجب عليك الاعتماد على الفيديوهات الحصرية حاول ما أمكن النقطة الثانية والتي ينجح فيها عدد كبير من القنوات الخاصة بالروتين اليومي والتفاهات والمباريات والأفلام والأنيميات وهي أن الناس تطيل الجلسة في الفيديو يعني إذا استطعت أن تجعل الناس تطيل الجلسة في الفيديو فأنت سوف تفوز بالفيديو المقترح يعني سوف يكون فيديو خاص بك مقترح في اليوتيوب وسوف يأتيك أناس كثير يعني تلك الجلسة لأن عدد كبير من الناس لا تضع لا صور جيدة ولا عنوان جيد ولكن الناس تجلس من الأول إلى الأخير أو تجلس فقط 50% أو 60% لمشاهدة الفيديو فهذا يجعل من هذا الفيديو ناجح ويتم اقتراحه في اليوتيوب لهذا حاول حاول ما أمكن أن لا تجعل الفيديو ممين ولكن خاصة بالتعليم فالله المستعد الأمر الثالث والذي يجب عليك تجنبه وهي المقدمة المقدمة حاول أن لا تجعل فيها انترو وموسيقى ومقدمة يعني تطيل على الناس حاول أن تدخل السلام عليكم ورحمة الله اليوم سوف نتحدث عن كده 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 تق ودخل في الموضوع مباشرة فكلما أنت تطيل في المقدمة موسيقى ووووو فهذا يجعل من الناس لا ترى الفيديو في الأول أو ربما تخرج لأن مثل هذه المقدمات لا يحبها الناس ولا تساعد في يعني ثبات الناس لمشاهدة الفيديو من الأول إلى الأخير النقطة الرابعة مهمة جدا في القناة وهي نوع الاستهداف فمثلا لو قلت مثلا أنا قناة هشام هاشم لدي عدد لي هو ميتين وستوثلاثين ألف مشترك فعندما أقوم بنشر فيديو خاص باليوتيوب أو الربح من الأنترنت يكون هناك تفاعل وخاصة في الريح من الأنترنت ولكن عندما أقوم بنشر يعني فيديو حول مثلا شرح أي موضوع بعيد عن اليوتيوب أو الريح من الأنترنت أو بلوغر يكون تفاعل ضئيل جدا 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 والسبب يرجع إلى أنني لا أستهدف فئة معينة بل أنا عام يعني أتنوع في النصر إذا نشرت شيء خاص باليوتيوب أو الربح مثلا في اليوتيوب أو في الأنترنت فكون على يقين أن هذه الفيديوهات الخاصة بي يأتيها زوار أقوى لأن عدد أو نسبة المشتركين يعني مهتمة بالربح ونسبة أخرى غير مهتمة أو قليلة جدا لهذا لو كان عندك قناة متخصصة في شيء واحد في اليوتيوب أو التصميم أو في الألعاب أو في أي شيء فتيكون عنده واحد النجاح أقوى أكثر والسبب هو الاستهدف أي شيء تنشره إلا أن الناس تتجه إليك مباشرة لأن معظمهم مهتم بالمحتوى الخاص بك النقطة الخامسة والتي تنقسم إلى خمس أقسام وهي تتبع المتابعين يعني تراقب المتابعين ماذا يفعلون ماذا يحبون ما هي متطلباتهم في اليوتيوب سوف أذكر لكم طبعا تطبيقيا لتفهم أكثر فمثلا أو نقول هي من المساعدات في يعني ترقب تحركات المتابعين الخاصين فمثلا أنا شخصيا عندما أدخل أجد مثلا في الساعة يعني هذا الوقت الفعالي تجده في الإحصائيات تجد أن التفاعل يبدأ لدي من الساعة مثلا الرابعة ما فوق يعني أجد توقيت المناسب كذلك في القبل أجد مثلا في الساعة السادسة هي أعلى توقيت وكذلك في اليوم التالي أجد مثلا من السادسة الأعلى يكون تفاعل أعلى من الأول ففي هذه النقطة أو الوقت الفعالي لديه دور كبير جدا لمراقبة الوقت الذي يدخل فيه الناس إلى قناتك تمام هذه النقطة بالضبط حاول أن تركز عليها كذلك ولا أقول أنها 100% لأنه إذا كان لديك قناة متخصصة ونشرت لهم شيء مهم ولو في الساعة يعني الوحيدة زوالا ولا يكون فيها التفاعل ولكن كن على يقين أنهم سوف يدخلون لمشاهدتها لأن المتابعين الخاصين بك مهتمين بذلك المجال ولكن لكي تكون دفعة أقوى فاليوتيوب يقترح عليك مراقبة الوقت الفعالي الذي يوجد به أو الناس التي تشاهد الفيديوهات الخاصة بك الشيء الثاني الذي يجب عليك مراقبته في القسم الخامس وهي الجمهور فهنا يقترح عليها أنا مشخصيا يقترح عليها اليوتيوب أن التفاعل يبدأ من الواحدة ولكن أكثر تفاعل يبدأ من السابعة ما فوق ويتوقف هذا التفاعل في الواحدة ليلة الثانية الثالثة يعني صباحا فأنا هذا الوقت الذي يستخدم في المشاهد اليوتيوب فهو سوف يقدم لي واحد مساعدة أو نظرة عامة حول المتابعين الوقت الذي يستخدمون فيه الموقع اليوتيوب يعني الوقت الذي يتصفحون فيه في اليوتيوب فأنا ما يجب علي فعله هو أن أحاول أن أنشر في الساعة مثلا ساعة الثامنة لأن اليوتيوب سوف تقوم بإظهاره للمشتركين وخاصة من قام بتفعيل الجرس فهذه فرصة مهمة جدا فعندما سوف تنشره في الساعة الثامنة مثلا سوف يظهر له الفيديو في الإشعارات لهو الجرس مثل الإشعارات فهنا سيكون احتمال أنه سوف يدخل ولا نقول أن هذا سوف يدخل لا ولكن يحتمل أن يظهر له لأنه سيتصفح ثالثا في القسم الخامس وهي القنوات الأخرى التي يشاهدها جمهور قناتك وأيضا فيديوهات أخرى هنا سوف يعطيك نظرة حول المتابعين الخاصين بك فسوف ترى من الناس التي تهتم هنا مساحة مثلا والشخص يتحدث عن الربح هذا يتحدث رؤيا اليوتيوب هذا يتحدث عن الربح أمين يتحدث عن المعلومات هنا ترى أن أشخاص التي يعني يتبعوها المشتركين ترى ما هي أكثر هل الضحك أو الربح من الأنترنت فأنا أجد أن المستهدفين يتبعون أشياء خاصة بالترفيه وأيضا خاصة باليوتيوب والربح من الأنترنت كذلك لأضيف تقوية أنه فعلا الناس يعني مشتركين ويتابعون هذا النوع سوف أرى الفيديوهات التي يشاهدونها مثلا أرى يعني الإحصائيات لديه أن المتابعين يشاهدون كثيرا كل ما يخص الربح واليوتيوب يعني هذا أشياء أو هذه الأشياء التي يعتمدون عليها هنا أفهم أن المتابعين الخاصين به هذا هو الاهتمام الخاص من اليوتيوب والربح من الأنترنت كذلك النقطة المهمة وهي أهم المناطق الجغرافية فمثلا أنا يعني أستهدف المغرب أكثر من مصر أو المغاربة هما الأكثر نستفاعلا معي في القناة فأنا سوف أحاول في هذا الفيديوهات أو في هذه الفيديوهات أن أركز على البنوك الخاصة بالمغاربة التسليمات الأرباح للمغاربة كيفية إنشاء بنك أو شيء من هذا القبيل حول الربح المال يعني أنا فهمت أنني أستهدف المال إذن من هما الأكثر هما المغاربة إذن سوف أحاول أن أركز على المغاربة أكثر من مصر والجزائر وملكة العربية السعودية أو أجعل موضوع عام لجميع الدول هذه فكرة حول يعني استهداف يعني المنطقة الجغرافية وكل هذه الخمس الطرق هي مساعدة لك في اختيار نوع المحتوى النقطة الأخرى والتي تساعد في زيادة المشاهدات وهي البث المباشر فالكثير تقول له البث المباشر يقول لك يا أخي البث المباشر لا يأتي بأي شيء السبب إخوة الكرام لأنك لا تعتمد على الكلمات الدلالية والحصريات يعني أنا وضعت لكم الأمور بالترتيب لتفهم أهم الأمور ثم بعد ذلك تقوم بعمل البث المباشر إذن إذا أردت أن أقوم ببث المباشر وينجح هذا البث ليس بالضرورة أن يكون المباريات أو شيء من هذا القبيل المهم أن يكون موضوع حدث يتحدث عنه أي شخص سواء كان مباراة سواء كان أخبار سواء كان الريح من الأنترنت حاول فقط أن تضع فيه العنوان بالكلمة التي يبحث عن الناس في هذا اليوم أو في هذا الأسبوع وهناك طريقة يستعملها العديد من الناس والتي يعني تأتي لهم بالمشاهدات أكثر يقوم بوضع فيديوهات خاصة بالمباريات ثم يجمع أحد عدد كبير جدا من المشاهدات ثم في آخر الفيديو يقوم بتصوير فيديو حول كيفية عمل فيلسي أو برنامج كذا أو إلى آخرين ثم بعد ذلك يقوم بتقطيع الفيديو فهنا يتم اقتراح ذلك الفيديو في محركات اليوتيوب ولكن لا أنصح بها ولكن مهم على أي البث المباشر له دور كبير جدا في زيادة المشاهدات والمشتركين في اليوتيوب الشيء الآخر والذي يجب عليك أن تعتمد عليه وهو الستوري ولكن مع الأسف أو القصص مع الأسف أنه يعني لابد أن يكون لديك وحد عدد دي العشرة آلاف مشترك ولكن هناك وناس لديهم عشرة آلاف مشترك وتعاني كذلك من المشاهدات والمشتركين ستوري لديه دور كبير جدا في ظهور للناس والتفاعل معك الستوري يعني يساعد في أو القصص أن يظهر المحتوى الخاص بك للمتابعين وأيضا يظهر للناس ويتأتي منه مشتركين ويأتي منه ناس جدد ويظهر في محركات البحث كذلك لهذا إذا استطعت أن تشارك الصور أو المواضيع الخاصة بك في ستوري فيكون أفضل وإذا كنت تسأل عن قياس الصورة عرضا وطولا في الستوري فأنا سوف في الموضوع الذي وضعت لكم في أسفل في الصورة تقوم بتحميلها بالقياس يعني متناسق مع البرنامج الذي يمكنك أن تتعامل معه أو يمكنك تحرير فيه تلك الصورة أهم ما يجب عليك الاعتماد عليه وهي الكلمات الدلالية الكلمات الدلالية لها دور كبير جدا لا في العنوان ولا في الوصف ولا في الطق يجب عليك أن تختار الكلمات التي يبحث عنها الناس يعني لا تكتب عنوان عشوائي من يكتب العنوان عشوائي؟ من الذي عدد كبير جدا من المتابعين فسوف يتحدث ويقول أنا هنا وسوف يأتي الناس المتابعين ليتعرفوا على هنا فهم متابعين أما أنت فلا تنظر تلك النظرة التي ينظر إليها تلك القنوات الكبيرة بل انظر أو ضع أمام عينك أنه يجب عليك وضع الكلمات الدلالية ولا تنتظر أن تنجح في ذلك اليوم فالكلمات الدلالية يعني يأتي يوم ربما أنا سوف أنشر فيديو اليوم ولم تأتي إلى بألف مشاهدة ولكن مستقبلا لأنني وضعت فيه كلمات الدلالية سوف يتحرك يتحرك حتى تأتي المشاهدات أكتر وأكتر لهذا حاول أن تعتمد على الكلمات الدلالية في العنوان والوصف وكذلك في الطق وسوف أفصل معكم في آخر هذا الفيديو الشيء الآخر الذي يجب عليك الاعتماد عليه 100% وهي الصورة الصورة يجب أن تجعل هذا النوع من الصور يؤثر على المشاهد يرى المشاهد الصورة ويدخل مباشرة ليتعرف اترك تلك المشاهد أن ينظر لذلك الصورة بالضبط وتجعله يدخل إلى مشاهدة الفيديو المهم بالنسبة للصورة كما ذكر خبراء السيو يجب عليك أن تعتمد عليها 100% حاول أن تعطيها وقت فربما تأخذ منك إلى ساعتين إذا كنت تحتاج إلى صورة تكون جيدة من ساعة إلى ساعتين بالنسبة كذلك العنوان قالوا خبراء السيو حاول أن تقدم أو ليس من الواجب عليك أن تقدم للعنوان 100% كلمات دلالية تكون صحيحة يعني حاول أن تعتمد عليها 100% أما بالنسبة للوصف الوصف الخاص بالفيديو فحاول أن تكتب فيه فقط 50% العنوان وبعض الكلمات وبعض الكلمات الدلالية إلى آخره والهاشتاغ فحاول أن تملأه بهذه الكلمات أما بالنسبة للطاق فكما ذكروا قدم له فقط ما بين 2 إلى 5% من الكلمات الدلالية ليتم تصنيفك أو توضيح للربوات عن أي شيء تتحدث وهناك شيء آخر في الكلمات الدلالية والتي لا يعتمد عليها الكثير وهي التحدث في الفيديو بالكلمات الدلالية يعني اليوتيوب تطورت ولديها روبوتات تعتمد كذلك على ما تقول إذا كنت تتحدث عن الربح حاول أن توضيح عن قضية الربح إذا كنت تتحدث عن اليوتيوب حاول أن توضيح للربوات أنك تتحدث عن اليوتيوب فهنا تجمع بين الوصف والطاق والكلمات الدلالية مع نوع الكلام التي تدقر في اليوتيوب في الفيديو فهنا الربوات تفهم عن أي شيء تتحدث وتقوم بتصنيفك في المكان أو القسم الذي يبحث عنه الناس ويساعدك كذلك في زيادة المشاهدات بالنسبة كذلك قوائم تشغيل والذي يهملها عدد كبير من الناس قوائم تشغيل كذلك تظهر في محركة البحث بالحق تقدم لها عنوان يكون عنوان بالكلمة الدلالية وكذلك تقدم لها وصف في الفيديو فأنا مثلا سوف أجرب هذه الكلمة دورة مثلا نعتبر دورة الربح من اليوتيوب فهذه الكلمة دلالية أنا استخدمها فهنا سوف أجد ألا دورة ريح من اليوتيوب ألا الترتيب الأول فلا أتحدث معكم في متصفح خافي ليس من عندي كيلات يعني لا تروا أنني استخدم يعني متصفح خاص به فهنا كذلك دورة الريح من هذا الشخص فهذه قوائم تشغيل كما تلاحظون قد نجحت إذن قوائم تشغيل يجب عليك أن تقدم لها كذلك عنوان ووصف للفيديوهات التي سوف تقوم بنشرها فيه تمام؟ لهذا كذلك قوائم تشغيل حاول أن تعتمد عليها من أجل زيادة المشاركين والمشاهدات فهذه الأربعة عشر نقطة التي ذكرت لكم كل واحدة مكملة للأخرى يعني الكلمات الدلالية مكملة لكذا وكذا مكملة لكذا والتخصص يعني أنت سوف تقوم بإضافة كل معايير سيو ولكن المشكلة أنك أو القناة الخاصة بك غير متخصصة والموضوع الذي نشرتهم لا يهتم به الجمهور فإن وضعت ما وضعت في هذه الأربعة عشر النقطة فلن يتفاعلوا معك ولكن الذي يجب أن تعلم مبارك الله فيكم أحيانا نحن نقوم بنشر بعض المواضيع وهذه المواضيع لا هي بعنوان يعني محفز ولا صورة محفزة ولكن عنوان واضح وضوح الشمس ولكن الفكرة التي نستخدم أن هذا الموضوع نجعله في المستقبل يعني نتركه منه أو نتركه يسرح في صحراء اليوتيوب ثم بعد ذلك تأتي منه المشاركين والمشاهدات والناس يبحث عنه لهذا الفيديو إذا لم ينجح الآن سوف ينجح مستقبلاً نكون على يقين دون أن تستخدم أي شيء ولكن على المدة لهذا ركز على الأقل على كلمات الدلالية أما إن كان لديك مشتركين فحاول أن تركز على هذه 14 نقطة لأنها مهمة وأعتقد قد أطلت وهذا طبيعي لأنني أشرح لكم الأمر حول عدد المشتركين لها 14 لما أذكر واحدة 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 وأتمنى التوفيق وجزاكم الله وخيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته